فريكشنز فورجينير وان. هبدأ لهم الفريكشنز ازاي? ان انا هتكلم عن اي حاجة موجودة عندي منها حاجة واحدة بس. يعني دي كده وان بيتزا. كلها على بعض اسمها وان هول. وان هول يعني الشكل كله على بعض. مش مقسمة لاني بورتز. طيب. لقيت الوان بيتزا دي كبيرة علي ان انا كلها لوحدها. فعملت ايه? ديفايد انتو تو ايكوال بورتز. قسمتها لتو ايكوال بورتز. كل بورت فيهم. قد ايه? البورت ده اسمه وان اوفر تو. اشمعنا وان اوفر تو عشان التوتال بورتز تو بورتز وان تو الشكل لما قسمته قسمته لتو بورتز. يبقى التوتال بورتز بيتكتب داون. والجزء اللي انا محد ده او اللي انا اقصده او اللي انا هتكلم عنه هيتكتب اب. انا هنا هتكلم عن البورت ده. يبقى ده كده اسمه هاف. او وان هاف. وان اوفر تو. طيب والبورت ده كمان اسمه وان اوفر تو. يعني برضو اسمه هاف. يبقوا هما اللي اتنين اسمهم تو هافز. يبقى انا قسمت الوان هول لتو ايكوال بورتز. لازم يكونوا ايكوال. يعني انا لو عندي سيركل زي كده. وقسمتها كده. دول كده نوت ايكوال بورتز. يبقى ده كده ولا ده هاف ولا ده هاف. لكن دول كده قد بعض. يبقوا اسمهم تو ايكوال بورتز. كل واحد منهم هاف. الاتنين اسمهم تو هافز. طبعا عندي كلمة هاف بتتكتب كده. ولما بقول تو هافز. بتكتب كده. طيب اسمتها البيتزا لثري ايكوال بورتز. تلات اجزاء. والثري بورتز ايكوال. اتفقنا ان التوتل بورتز بتكتب داون. وان تو تري داون زاداش. بنعمل داشة صغيرة كده. وبنكتب التوتل بورتز داون. طيب يبقى البورتز ده بس لو عملتلو كده. او عملتلو شيدنج. يبقى اسمه ايه? وان اوفر ثري. يبقى دا كده. وان ثرد. او بنبقولش وان اقول ثرد على طول. طيب بتكلم عن التو بورتز دول. هتكلم عن الجزئين دول. او عملتهم كولورينج او عملتلهم شيدنج. زللتهم او لونتهم. وبتكلم عنهم هما. يبقى دول اسموهم تو. او اسموهم تو ثردز. تو ثردز. يبقى توتال بورتز بتتكتب تحت. والشيد او الكولورد بورت او الجزء اللي انا بتكلم عنه بيتكتب اب. طيب. جيت للبيتزا اسمتها لفور ايكوال بورتز زي كده. وان تو ثري فور. لازم يكونوا فور ايكوال بورتز لازم يكونوا قد بعض. التوتال بورتز بتاعهم فور. يبقى حكتب الفور داون. طيب. لو انا حتكلم عن الفورت ده. يبقى دا كده اسمو او اسمو فورث. بيتكتب ازاي? يا اما بنكتب فورث. كلمة فور واخرها تي اتش. فورث. يا اما بنقول عليه. طبعا كنا كلنا بننطقها كوارتر. هي مش كوارتر. هي ليها ثري برونسيشنز. تلات طرق للنطق. لو بالبريتش هنقول كوتا. كوتا بالبريتش. لو الامريكان ليها تو برونسيشن. يا اما بقول عليها كوادر. كوادر. يعني بختف الاروتي كده كأنهم دي كوادر. يا اما بقول كورر. كورر. يبقى دي اسمها كورر او كوادر او كوتا بالبريتش. او حقول فورث. طيب هتكلم عن تو بورتز منهم كلهم. يبقوا دل اسموهم تو او فور. او اسموهم تو فورث. لكن دا كده زي ما اتفقنا اسمو وان هول. طيب عايزة اقول دلوقتي مين البيجر. لو كنت حاكل من البيتزا دي. اللي هو الفورث. ولا لو كنت حاكل منها الثرد. لو كنت قسمتها على كل واحد هياخد ثرد. ولا لو هقسمها على كل واحد هياخد منهم. كل واحد هياخد فورث. طبعا هنا بالمقارنة الثرد جريتر. الثرد اكبر. طيب لو كنت لو كنت حاكل منها وان ثرد بس. ولا لو كنت حاكل الهاف. نص البيتزا. حاكله كله. ولا لو حاكل الثرد. هلاقي ان الهاف اكبر. يبقى عندي الوان. جريتر زان الهاف. والهاف. غريتر زان الثرد. والثرد غريتر زان الفورث. يبقى كل ما النمبر داون بيكون غريتر. كل ما الفاليو بتاعة الفراكشن بتكون سمولر. بشرط يكون النمبرز اوب ار ايكوال. يعني فوق كل وان. هبتدي بصة عن نمبرز داون. كل ما النمبر اللي تحت يكون اكبر. كل ما الفاليو بتاعة الفراكشن نفسها بتكون اقل. لان هنا بكون قسمة الوان. الوان هول على فور بورتس. وكل واحد هياخد وان بورت منهم. هنا قسمته على ثري بورتس وكل واحد هياخد وان بورت. هنا قسمته على تو بورتس او تو بورتس وكل واحد هياخد وان. يبقى الهاف greater than third greater than fourth. والone طبعا اكبر منهم كلهم. اكبر من الهف واكبر من الثرد واكبر من الفورث. لان هنا مش مقسمة اصلا ده whole one كل عربة.